سلامة مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم الفيديوهات مرحبا بالناس الجديدة والقديم الهني بشو نعملو السكر بتاع الافراح بتاع عقد القران لكن قبل ذلك بشو ريكم شوية تصور عملتها في خطبة اختي اللحلوة ذاية بالرغم اني مريضة لكن حاولت نخدمها شوية من اللحلوة عملت لهني اك عبر اللوز واللي سبق الشوكولاتة وذي السكر بش نعملو في الفيديو وذي باركا صورتو لكم الاخرين ما نجمتش نصورهم ان شاء الله في الايامات القادمة نعملوهم بكونتيتي صغيرة و ونريكم التفاصيل لكم لهني اعملت صابلية عادي غادي كان مفوق مزاين بالشوكولات واللوز نفس الريسيت تاع صابلير اللي هبطت لكم في فيديو قادم اختمت بهالاشكالة ذي من بعد مفوق زي انتها بالنكخي واللي هني عنا شوكولاتة محشية بالفاكر ومزاينة مفوق بالنكخي وعملة شوكولاتة بلون ونوار كيف كيف طريقتها يسر سهلة تاع رغبت لكم في فيديو قادم نخدم لكم شوية منها ومن فوق زي انتم بالنكخي اذو كالقلوب والهني المربعات كيف كيف حاولت نحشين بنفس الحشوة عملت لوز وبوف ريوة ما زلتوا حتى شاي جوز ترحيتوا اللي اللي ولا قر زيت ولا بات ومن داخل عملت في الفيكة كونكاسي مقصوصة جوايدة وخلطتها وحشيتها من داخل وانتم اول حشوة اللي تحبوا عليها هناك كعابر كارتاج وغاديك الكعابر مغارفة بالسكر السكر زي دا فيديو هابطه لكم سابقا انتا نوريه لكم نحطه لكم تحت في صندوق الوصف ولهنيك كعابر لوز مختلفين هناك الجنارية بالفصدق على شكل جنارية وغاديك اذلك كيف كيف كعابر لوز ومزاينة بالشوكولات ومفوق بالنكخي كيف كيف نفس الحشوة من داخل جوز اذينة تختلف عاديكها الشوكولات بلون زينتها بالنكخي ولهني اه اه انا بريسك الاشكال ماهيش بيد على بعضها عملت جيبول ووزنتهم 15 جرام وشكلت بهم الاشكال الذي كان كل باش ليك الكعبة متكونش مختلفة في البوع متاحة حتى في المنظر على الشكل لازمنا نوزنوهم الكل كيف كيف ومن غادي كأش روكولا متاعنا لهنا بش نبدأ وتاويك بش في الفيديو متاعنا بش نعملو قصة سكر باش اطلبوه مني اقبل الهنى بشو عملت السكر لبيض من الولو الهنى بش نعمل السكر الرؤس سهر ياسر بزوز مكونات اكاهاو الهنى عندي ازهر ومن الولو بشو وريكم اكي بشو نحطوا الكولوران على السكر ديركت ماوش بش يعطيك اللون جملة بش يتحطرب لك وماوش بش يتدخل الالوان بالجداء بالجداء لازمنا اي لون بتاعنا نزيدوه في الماء ولا في الزهر ولا العطر شيء اللي بش نخلطو بها ذيك تسهل لنا العملية خير بشو حطوه كيف نهاك عبيت بالعاني نعمل لكم العملية ذي اللي هي ماهيش نيش حاب بالجداء بالجداء والكلوران تجمو تختارو الجيل كيف ما حطيت انا ولا تنجمو تختارو البودر عادي يتحلف الماء وتخلطوه لاني بش نوريكم بش خلط بيدي ماهوش بش يتحل بالجداء بش نوري نحط في الماء زهر قطرة من الكولوران روش من قط الفرمبواز وبش نخلط بها السكر متاع السكر عادي احرش والجويد عادي المهم السكر حبيبات ماهوش سكر بودر ونعملو به الاشكال وقت اللي احنا نبداو ونخلطو الخليطة متاعنا هذي لازم تكون الفرم متاعنا نصخنوه على اعلى درجة مثلا الفرم متاعك 300 درجة تصخنوه على 300 درجة مدة درجين وبعد تطفيع ليه الهناي بش نبدأ الخلط الخليطة متاعي بش نحسو ماهوش بالجداء بش نحاول نحل الكولوران اللي حطيتو من اللغول بش ماي تكعبر ليش في شيرة واحدة خطر احسن طريقة خلطو في المال بش يديدوه خير ولهناي يردو بالكم بديدو كمية كبيرة متاع ماه جوست كمية صغيرة للي كينا بش نعملو الكوسكسي جوست تسميغ شوية يتبث بث شوية كيما الرمل يعني يحو باي بيت كل حبة واحدة ماهوش باشا ماهوش باشا ماهوش باشا ماهوش سيليكون بش يتشكلوا لي بالجداء بالجداء هنا الخليط كملناه شوفوا كيفاش نواري في كيفاش نتحصلوا على اللون اولا وثانيا كيفاش يكون ماهوش مايه باشا جس طايف باركة هنا نختاروا المول متاعنا كيف ما نحبه احنا ونوزع الخليط متاع الصكر نوزع على كامل المول وفي الاثناء التوزيع متاعنا لازمنا نرسو على كل كعبة واحدها باشو الصكر متاعنا يجي متماسك وما تجيش فراغات فيه ويجي شكل متاعو خايب كين وصلتو لهنا ما تصوش تعملو جيم للفيديو ولمزل ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك في قناة عائلة فاطمة وموضر كومنتيغ بزيان كيفكم وكين تحبو ايروسي تكتبو لي في الكومنتيغ طاق ان شاء الله نهاب تلكم الهني نوزع الصكر متاعنا الهني محابيش نسرع في الفيديو باش شوفوا المراحل الكل نحاول ديما نعبق الفراغات كيما تشوفوا الرص بالجداء بالجداء باشحوا بايبة الصكر تدخلي في الاماكن الكل بتاع الموتيف متاعي كيف كيف نعاول العملية مع اعملت قبلها الصكر لابيذ الصكر لابيذ ما نزيدوه حتى كولوران لا كولوران بلون حتى بتبيعتو يوال يلمع واحدو جستو نزيدوه الميزهار ولا العطر شيء ولا الميحب شادو ما تقول نزيدوه المي العادي الصكر ذاي نجمو نقدموه في الافراح احنا في تونس قدمو في فس دايق ولا في الخطبة وقت ليقرأوا الفاتح زيادة نجمو نعملوه ما غير الوان اه نشربوه مع القهوة يكون اه الشكل بتاعه ياسر محلية بجنب كاس القهوة وفم طريقة اخرى بتاع الصكر نستعملوه زيادة في التزيين بتاع كيسان اتا ولا القهوة ان شاء الله هنعبط لكم الطريقة لاخرى المره جاية. هنين ونحاول بالاطة الذى نحن احيق الصكر بالزيد ونحاول من سمح الموال متاعي بلقضاء بلقضاء ونعتقد كان همacyان موجود فراغات ولا لا نعبيهم بلقضاء بلقضاء. نبدال رس مش نيجوز نحط يديك رس Lonnie. على الكعبة بتاع الموال. بش يطلع لي الشكل متاعه ياسر مزيد. ومن بعد نجمو اتزاينو كما هابط لكم في السوريات قديمة. طون هابط لكم تصوير عم وفوق كيفاش مزاين بالشوكولاتة ولا في الفيديو. زي دا كيف كيف مفوق النجمو انزاينو بالشوكولاتة. لهنا ما زاينتوش بالشوكولاتة خاطر منيشانة بشن هز اللحلو يعني خفت لي تتنحيلي و الشوكولاتة مفوق ما هيش مزاين. لازم كي نعمل الشوكولاتة نغالفوه في طباق دي راكت ما نحطوش في الباكو. هات الوقت ذاك تتنحق. ما تبقاش في بلاساتها. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. وما تنسوش الجي. كيما تشوفو دي ما نسمح البلاسة بالجده بالجده. دي ما الروس مش جسد يد دي ما اخطوطها حتى. بعد ما نكمل العملية هذيه ندخلها للفور يكون سخون وطافي ما هوش يشعل. ونخليها مدة درجين في الفور ما نخرج هيش. درجين في الفور. من بعد درجين هذيك نخرجها من الفور وما نمسش القلبة متاعي الجملة. خطر لوصلت ناحيته هو مزال سخون. واصلا ما بداش يتماسك. اه بش يتفتفت لك السكر وما تحصلش على شكل انتاعه بعد ما تخرجوا من الفور. تخليه على اقل درجة ولا درجين اللي يبرد بكل. القلب متاعنا سيليكوني يبرد على الاخر. ومن بعد ناحية كعبات السكر متاعك. ردوا بكم اه تفوتوا النقاطة ذيه في الفيديو. خاطر ساعات يسرعوا في الفيديو وما يثبتوش في ادق التفاصيل ومن بعد ما تنجح لهمش الوصفة. وما يتبعوش الارشادات الكل. بعد ما نخرجوه من الفور يخلوه للي يبرد المولم تاعنا ما نمسوهوش جملة. انتم ما دي جاك كتحبو تختبرو تجربوها الفزة. ذي كتر شوفو كتخارجو الكعبة اصلا تخرجوكم بفتفة. وما هيش متماسك. نخلوه يبرد. ومن بعد ناحية الكعبة متاعنا. يطلعو نفس الشكل الموجود متاعنا. لانا هي كيف كيف نعمل الشكل قلب. نعاود نفس المراحل اللي عملتها مع الموتيف القبال. وتنتبهو تخلوه يبرد. ما تمسوش المولم تاعكم. حتى لو كانت تحبو تعملو كميات كبيرة وعندكم جوز زوزق والب. تعملو الصكر بشوية بشوية. ما تكث. ما تحطوش ملول كمية متاع الصكر كبيرة. على خاطر يتحجر لك اصلا بالهوية يتحجر لك. تحطو الصكر اللي بش نخالطو بالماء. ولا بالماء وارد ولا بالزهر ولا العطر شي كيف ما تحبو انتوما. تحطو كميات قليلة. حسب المولات اللي عندي. انا عندي خاطر بشا مولات بتاع شوكولات. نعمل كمية كبيرة عادي ما تقلقنيش. انتوما كان عندكم قلب واحد تمشيوا بكمية صغيرة. باش الصكر متاع ما يتحجرش الصكر اللي في الصحفة ذاك. ومن بعد تحطوه في الفور يكون سخون على الاخر. وتخليوه غاديك اه مدد درجين. والفور يكون طافي. ردوا بالكم والفور يشحل. خاطر اصلا الصكر يضو بالكم. الفور يبدأ طافي. وتخليوه مدد درجين. ومن بعد ما تخرجوه ما تمسوهوش جملة اللي يبرد المول متاعنا. ان شاء لا تكون فتكو. وان شاء لا تجربوها وتكتبوولي في الكومنتارات. الهناء الصكر متاعنا يتباع حسب المنطقة اللي تسكنوا فيها. حتى ثم شكون يبيع فيه غالي وثم شكون يبيع فيه ارخيص. يوصل اكثر سوم متاعه بخمستاشن دينار. وثم شكون يبيع فيه بسبعة وبتسعة دينارات. الحق صوم متاعه ياسر غالي. هو صحيح فيه شوية عبا بين انت تستانى في المول ولا تعبي ولا. هما صوم ياسر غالي. اللي داي احبط لكم الطريقة. مش اللي يحب يعملها في دار وفيه مناسبة. يناجم يعملها اه تب ما تكلفلوش اصلا. كان خمستاشن يعملون لنا بتاع حق بكو الصكر. ل هنا نحاول نركز على الفارغات بالكداء بالكداء. ونمسحوا المولم تانا ما نخليوش فيه اطراف الصكر نحاولو بالباليت. نحيو الصكر ازيل. باش نعاودوا نستعملوه في المول قادي. فكرة بسيطة وتناجم تكون مورد رزق. كان داخلينا على شهر رمضان. لا بيت تعمل في خطو بيت. ولا حتى في الصيف للاعراس فكرة هي سهلة. ولا حتى في الحياتك اليومية باش تشرب قهوة حاجة باش تعمل فيها السكر اذا سيجي المنظر متاعه اراقي. ومحله. لاني واريت لكم السكر اللولاني اللي عملته وبرد سيء قبل ما ندخل الروز. هذي السكر اللي عبيض. غاديك المرموري التعروز مزل ما دخلتهمش. هنا يشوفوا كيفية شو الموتيف تطلع كيف ما هي. مايتغيرش الشكل انتاحا. حطر كيتفلت جوست شوية نصائح ولا حاجة هاك. تقع في الخطأ ومايتلعلكش الوصفة بالجديه بالجديه. لازمكم تتركزوا بالجديه بالجديه في الفيديو. باش ما تفلته حتى نقطة باش نشحلكم الوصفة كي ما تشوفوا لهنا طلعت لي السكر متاعي. نفس الشكل بتاع القالب اللي عملت فيه. لهنا يلابيض ما ما تلو حات شايش جوز حتيت في كنزهر اكاهاو. منزيدو حتى كولوري. هو بتبيعتو يطلع من بعد آآ يلمر اصلا. لهنا خطر صورته في الليل ما هوش واضح بالجديه بالجديه. الاشكالم تحوم ياسر محلية. في المرحلة ذيه نجمو نشكلو نضوبو الشوكولاتة بلون ولا الشوكولاتة النوار كيف ما تحبوا انتوما الالوين. نجمو زادة البلون ونزيدوها الوين اخرى. ويبدأ عندك تديمو صغيرة متفاة صغيرة متعقل. بابيون واردة. تحط فيها الشوكولاتة. ومن بعد تاخو الشوكولاتة ذيكا. ديتها نقطة شوكولاتة من تالي. وتلسقها في الصكر تلسق لك عادي. وياسر من منظرها يجي مزيين. آآ والشكل متاعها يجي راقي. لهنا بش كامل انفارغ الصكر متاع خاطر من بعد بش نحتاجو آآ المولة ذاي بش نزيد في الصكر الروز. ننفذو شوية. بالصكر البلون بش ما يتقاليش الحبيبة تذيكا لونها بلون. من ناحيها ننفذها ومن بعد انا عبي الصكر متاعي اللي بقى علي آآ من رؤوس. من لون الرؤوس. لهنا اذا زيد اقالب اخر. كيف كيف بش نعود انفرغو بش نعود نستعملو. هلش قلت لكم الحاجة اللي آآ التعب شوية جوست القوية اللي بش تبقى تستناهل اللي تبرد. انا عندي برشا موتيفات لكن اخترب جوست آآ موتيفات اعضو ما عجبوني. اخدمت باهم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تسفوش تعملو اشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر باش يوصلككم كل جديد. وان شاء الله في فيديو قادم نوريكم طريقة السكر اللي خلي حكيت لكم عليه. اللي يتقدم مع القهوة ولا مع التاق. ونصيحة اخرى ردو باكم ديدو الماء بارشا. خطر بش تبقى ديدو الماء ديدو السكر بش اصلا تتع ديدو بالنقطة بالنقطة بالمغرفة الزغيرة ديدو بشوية بشوية. هنا السكر متاعي كملتو. ما عملتش فيه الشوكولاتة خطر كيبش تعملو الشوكولات لازمكم فيه تباق. باش الموتيفن تاعكم ما تتهلكش. وطبقى منظرها يصر محلق الهني وصلت لنهاية الفيديو. ما تسوش تعملو اشتراك في قناة عائلة فاطمة ومنظر في فيديو قادم. طرح ابتلككم الرسيدة على الشوكولاتة في فيديو قادم. باي باي.